موسيقى اهلا بكم مجمعها في حلقة جديدة من سلسلة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية والنهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الجبهات الموساندة وبالتحديد عن حزب الله ويوم 13 تشريني الثاني او يوم 13 نوفمبر قدرت قوات من حزب الله ان هي تستهدف قوات مشاه تبع الجيش الصهيوني بالصاريخ الموجه وفي نفس اليوم ردت قوات الجيش الاسرائيلي ان هي قصفت بلدات عشرية الحدودي بين لبنان وبين فلسطين لاعتقاد القوات دي ان هي مواقع تبع الحزب الله وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في واحد من المجاهدين استشري نتيجة الهجمات في يوم 14 تشريني الثاني اعلن حزب الله ان استهدف اكتر من الموقع تبع الجيش الصهيوني في منطقة مزارع شبعة الدول اللبنانية بس هي محتلة من خلال الجيش الاسرائيلي وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف اكتر من موقع تبع الحزب الله في منطقة مزارع شبعة وعشرية الحدودي بين لبنان وبين فلسطيني المحتلة ويوم 15 تشريني الثاني او 15 نوفمبر اعلن حزب الله انه استهدف قوات مشاه وقاليات عسكرية ومواقع كلها تبع الجيش الاسرائيلي وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف اكتر من موقع واكتر من مدينة مدينة طبعا تبع المدنيين يعني سكين فيها ناس تبع الشريط الحدودي اللي بين لبنان وبين فلسطيني ويوم 16 تشريني الثاني اعلن حزب الله انه قدر يدمر مجموعة كبيرة جدا من الاليات ومدرعات والدبابات المركزة وعدد كبير جدا من الدبابات باكتر من عيار واكتر من حجم من خلال القزايف المدفعية والصواريخ المواجهة وفي نفس اليوم اعلن الجيش الاسرائيلي انه قصف اكتر من بلدة البلدات دي عشرية الحدودي بين لبنان وبين فلسطين بس قصفها بالقنابل الفوسفورية وبالقنابل الحركة والمعروف ان القنابل دي كلها محرمة دولية وفي نفس اليوم اعلن حزب الله ان في اتنين من المقاتلي استشهدوا بسبب الهجمات وفي يوم 17 تشريني الثاني اعلن حزب الله انه قدر انه يشتبك مع قواتين من قوات المشاهل الاسرائيلية من خلال المسيارات الانقضادية الهجومية وفي نفس اليوم ردت القوات الاسرائيلية انها قصفت اكتر من موقع تابع للحدود اللبنانية الفلسطينية من خلال القنابل والقزايف ويوم 18 تشريني الثاني اعلن حزب الله انه قدر ان هو يسقط مسيارة اسرائيلية من طراز هرميز ربعمائة وخمسين في نفس اليوم اعلن حزب الله انه قدر انه يستهدف تجمعات البنود اسرائيليين في اكتر من موقع طبعا ده بالاضافة انه يستهدف عدد كبير جدا من الاليات العسكرية الموجودة في اكتر من سكنة العسكرية وفي اكتر من موقع جوه السكنات وجوه الموقع الاسرائيلية وفي نفس اليوم رد الجيش السوريوني انه قصف اكتر من موقع تابع للحزب الله وقصف اكتر من بلدة الموجود فيها مدنيين بس بالطيرات ويوم 19 تشرين التاني اعلن حزب الله انه قدر انه يستهدف عدد كبير جدا من القوات الاسرائيلية وانه يستهدف اكتر من الالية واكتر من موقع ويستهدف عدد كبير جدا من القوات المشار الاسرائيلية وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قصف اكتر من بلدة عشروت الحدودي وقصف اكتر من مكان موجود جوه مزارع شبعة ده غير طبعا البلدات الحدودية اللي قصفها الجيش الاسرائيلي ويوم عشرين تشرين التاني اعلن حزب الله انه قدر ان هو يستهدف مركز قيادة الفرقة واحد وتسعين التابع للجيش الاسرائيلي من خلال صواريخ بركان وقدر ان هو يستهدف اكتر من تجمع واكتر من موقع كل الموقع وكل التجمعات دي تابع للجيش الاسرائيلي من خلال القذاف المدفعية والمسايرات الهجومية وفي نفس اليوم رد الجيش الاسرائيلي انه قزف اكتر من بلدة تابعة للبنان وكل البلدات دي ما فيهاش اي مواقع تابع الحزب الله بالعكس كل البلدات دي كل موجود فيها مدنيين بسيطة طبعا غير ان حزب الله اعلن بسبب الاشتباكات اللي كانت بتحصل بين القوات المشهر الاسرائيلية وبين الاماكن والقوات التابعة الحزب الله اعلن حزب الله انه فيه واحد من المقاتلي استوشي بسبب الهجامات وطبعا بسبب اللي فيه عدد كبير جدا منكم بيحب يعرف مصدر الكلام اللي انا بقوله ده سيحب اقول لكم ان مصدر الاخبار اللي انا بوضح لكم في كل حلقة من قناة الجزيرة اللي بتنقل الاحداث دي بشكل حاصل وكده يا جماعة نكون وصلنا لنات حلقة النهاردة وان شاء الله الحلقة الجاية يكمل كلام معاكو عن الجبهات الموساندة في الحرب الفلسطينية الاسرائيلية وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكرمشور لا نقصوش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كلين سلام عليكم اشتركوا في القناة